الإنسان هو الكائن الوحيد الذي استطاع توثيق ونقل المعرفة إلى أجياله اللاحقة هذا التوارث والتراكم هو ما يشكل الثقافة والتقاليد التي ترسخ القيم وتشجعها من خلال نماذج عملية هذا التراكم المعرفي الذي يولد ثقافة وتقاليد هو ما يخبرنا الباحث النرويجي لارستوريوسن من خلال مقال ممتع له تجدونه مرفقا مع بقية المصادر في الوصف المرفقي مع هذه الحلقة من خلال هذا المقال يثير الباحث قلقا بشأن القطيعة مع هذا التراكم مع هذا التوارث مع هذه التقاليد والأعراف ويشجعنا أو يدعونا لاستدراكه من خلال الاستفادة من نماذج تراثية تفيدنا في حياتنا العملية في القرن التاسع عشر وأثناء نزول الحلفاء حلفاء العثمانيين من الأوروبيين وغيرهم بمدينة إسطنبول لمواجهة الروس في حرب القرم أو القرم وحسب دراسات موثقة فإن أحدهم استغلى واستلهم واستفاد من حالة الامتزاج والتواصل الحضاري والثقافي والعرق واللغوي بالمنطقة في ذلك أو في تلك الظروف الغير مألوفة لتأليف قطعة موسيقية خالدة دون أن يعرف مؤلف هذه القطعة فقد انتقلت تلك الموسيقى في أرجاء العالم المختلفة من دول البلقان إلى الهند إلى الولايات المتحدة ومرورا بالعالم العربي وضعت لهذه الموسيقى كلمات مختلفة بمواضيع متنوعة ومختلفة وأديت هذه الأغنية بلغات متنوعة ومختلفة منها العربية والإنجليزية والبلغارية والمقدونية والألبانية وغيرها من اللغات ولعل أشهر نسخة لهذه الأغنية هي النسخة التركية المعروفة باسم إسكدارة أو كاتب وغيرها من الوقت تبدو أنه تبدو لعبات المخلصة موسيقية لذلك لا يوجد الإمعين على الوحيدة المشاهدة لذلك يوجد الإمعين على الوحيدة وكما يوجد الإمعين على الوحيدة الوحيدة المشاهدة في الوحيدة نعم هذا نعم يملك في نفس الناس الذي تجد في ذلك دعنا أنه نعم نعرف أنه نعرف المنع نعم نعرف لتفرق الإسدارة الأن أنه يوجد الإسدارة أمور الإسدارة ونعرف وشكل جدا إذا كان يوجد الإسدارة ولكنهما يوجد الإسدارة بالموضوع وبالطورة هذا منذ المعرفز ومع تتحدث في تاريخ العديد في الوقت لأننا سبباً على التعليم ولكنني صدف في الاجتماعي وعرفت بأسjos ومع تحرير الأشياء التي تعرفتها في الاشياء ومع تحرير ذلك هي مهمة جداً مهمة حيث أنت أجل أني أدخل كان يمكنني أن أعرف من أزلل معي ويوجد في أدخل موسيقى هناك موسيقى في موسيقى في كل موسيقى داخل تشلح موسيقى أو شيئا أو شيئا في حالة موسيقى لذلك على هذه الموسيقى وفي الشيء أجل أمع أقل كلاس براندر أطفل أو أفضل أو أتفل أو أدخل أو أطفل أعتقد أنني أجلس سيكون مجبعاً أنا أعتقد أني أتفعل للعبارات كنت أعتقد أنني أصبحت مجموعة كنت تشجع شكراً تشجع سمسين وكما أنت نفسك نعم، سألتطعي وستطيق أنني أقوم بمجرد كاين بوث استعمل لحن الأغنية لتوفيق قصته العاطفية بداية الخامسينات المشهورة في ارتبلا كما يقولون وأن بوني أم استعمل أو استلهم من لحن الأغنية لأداء وأيضاً لتوثيق قصة حياة الظاهرة راس بوتين في أغنياته المشهورة راس بوتين ما قد يشير إلى التشابه بين الأغنيتين هو ما يقوله أو ما تقوله إرتا كيت في نهاية أدائها لأسكدارة أو هؤلاء الأتراك يشبه تماماً ما يقوله بوني أم في نهاية أدائه لراس بوتين أو هؤلاء الروس فهل هي الصدفة ما أعاد الأغنية إلى جو الحرب بين العثمانيين وحلفائهم والروس حسب النسخة التركية للموسيقى تحكي الأغنية بكلمات بسيطة قصة رجل يقال أنه كان كاتباً أو إدارياً يوصف بأنه مثير للاهتمام والإعجاب رجل أنيق ما يرجح أن كاتباً الكلمات التركية إمرأة أو نسوة كما تذكر كلمات الأغنية أو تشير إلى أن الموصوف هنا في حالة تنقل أو سفى وبينما يتنقل أو يسافر شخص يوثق مشاهداته وملاحظاته حول الحياة في تلك الظروف الطارئة بمدينة العثمانية المعروفة إلى اليوم بأسكتارة أما النسخ العربية فقد استعملت أغراضاً متعددة ومختلفة بينما أدى الأستاذ محمد بكار الأغنية المعروفة باللحن نفسه يبنات اسكندرية فقد طوع غيره لحنة الأغنية في السماع الصوفي ترجمة نانسي قنقر مح Latin ترجمة مح سوفب معطلة 33ت يبرجت ١ هو المخطق يعني فقد نس주�局 ترجمة سوفق كما أنت حفولي أو تحرم أن تحسن على مقارنة أو تحسن على مقارنة أو تحسن على مقارنة أو تحسن أجل تحسن يحصل على هذا ما يُجب أن يكون هذه خاصة تحسن الهاتيكات والمقارنة الإنترائية يمسجزين من أجل وحقاً دائماً حلوها وحقاً يحب أن يعتقل هذا المخارج الذي يشتريه وشكل شخص ترجمة نانسي قنقر لذلك يوجد الكثير من جميع مختلفة الحرب ووضعتها ورغم تلك الظروف القاسية لن ينسى الإنسان توثيق جانب جميل من الحياة في لحن جميل شجي نهواندي يوثق تلك اللحظات وتلك الظروف بشكل وأسلوب جميلين يتحدى في الحقيقة أصوات المدافع ويحول أسباب الفناء إلى بذور للحياة الآن أدعوكم للانتحاق بصديق كلاس بنحاول معا أداء أو التمرن على أداء أغنية هذه الحلقة إلى لقاء قريبا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر